في الجو سنقوم على الارجح بخلق كوكب خالي من الجليد مع متوسط درجة الحرارة في بعض الاحيال ثمانون درجة فهر هايت بدلا من الحال تمانية وخمسون امريكا شمالية سيختفي ساحل المحيط الاطلسي باكمله جنبا الى جنب معافي الوليدة وساحل الخليج في كاليفورنيا ستصبح تلال سان فرانسيسكو مجموعة من الجزر والوادي الاوسط سيتحول الى خليج عملاق ان خليج كاليفورنيا سيمتد شمال خط العرض الماضي في سان ديجو حيث لن يكون هناك سان ديجو امريكا الجنوبية سوف يصبح حوض الامازونة في الشمال وحوض نهر براغواي في الجنوب لتصبح مدخل الاطلسي ويمسح بوينيس ايريس وارويغوي الساحلية ومعظم براغواي وستبقى المناطق الجبالية على قيد الحياة على طول ساحل البحر الكاريب وفي امريكا الوسطى افريقيا وبالمقارنة مع القارات الاخرى ستفقد افريقيا اقل من ارضها الى الكاريثة النهائية على مستوى سطح البحر ولكن ارتفاع حرارة الارض قد يجعل الكثير منها غير صالح للسكن في مصر الاسكندرية والقاهرة سوف يغمرهم البحر المتوسط المتطفل اوروبا لندن ذكريات مدينة البندوقية استسلامت للبحر الادرياتيكي وبعد الاف السنين من الان وفي هذا السيناريو الكارثي ستستسلم هولندا منذ فترة طويلة للبحر وستغادر معظم الدنمارك ايضا وفي الوقت نفسه فان مياه البحر الابيض المتوسط الاخذة في التوسع ستؤدي الى تضخيم البحار السوداء وبحر قزوين اسيا الارض التي يقطنها الان ستمائة مليون سيني ستغرق في الفيضانات كما ان كل من بنغلادش وعدد سكانها مائة وستون مليون ناسا ما والكثير من الهند الساحلية سيغمر دلتانهر ما يكون جبال الكاردام في كامبوديا لتبقى كجزيرة استراليا في الغالب الصحراء ستكتسب القارة بحر داخلي جديد ولكنها ستفقد الكثير من الشريط الساحلي الضيق حيث يعيش اربعة من اصل خمسة استراليين الان القارة القطبيات الجنوبية شرق القارة القطبية الجنوبية الطابقة الجليدية شرق انتاروكتيكا كبيرة جدا حيث انها تحتوي على اربعة اخماس كل الجليد على الارض انها قد تبدو غير قابلة للذوبان في الاوينة الاخيرة يبدو ان سماكته قلت بسبب الاحتباس الحراري ويحمل الغلاف الجوي الاكثر دفئا المزيد من بخار الماء الذي يقع في الثلوج في شرق القارة القطبية الجنوبية ولكن حتى هذه اللحظة من غير المرجح ان تبقى على قيد الحياة والعودة الى مناخ الايوسين غرب القارة القطبية الجنوبية على غرار الطبقة الجليدية في غرينلاند كانت منطقة غرب انتاروكتيكا وحدها اصغر بكثير خلال الفترات الحارة السابقة انها ضعيفة لان معظمها يرسو على حجر الاساس الذي هو تحت مستوى سطح البحر محيط الاحتباس الحراري هو ذوبان الصفيحة الجليدية العائمة نفسها من اسفل مما تسب في انهياره ومنذ عام الف وتسعمائة واثنان وتسعون بلغ متوسط خسائرها السنوية خمسة وستون مليون طن متر من الجليد سنويا شكرا لمشاهدة هذا الفيديو اذا استمتعت بمشاهدة هذا الفيديو قم بالضغط على اعجاب ليصلك كل حصريات قناة شاهد بالعربي قم بالضغط على زر اشتراك في الاسفل